ولقد آتينا لقمال الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمال لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لضم عظيم ورصينا الإنسان بواليه حملته أمه وعنا على وعنه وفصاله في عاليه هل اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهلاك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعما وصاحبه ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنام إلي ثم إلي مرجعكم فمنبركم بها كنتم تعملون يا بني إنها إن تقم ثقال حبة من حرد فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله رطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن من ذلك من عزم الأمور ولا تصعب خدك من الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في المشي واضط من صوتك إن أنك والأصوات لصوت الحميد